موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي نلتق اليوم ودرس جديد بعنوان معادلة الدائرة لنبدأ أحباء الطلاب بالمهارات التي نحققها في هذا الدائرة المهارة الأولى أحباء الطلاب نتعرف على معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل أي مركزها النقطة صفر وصفر ونصف قطرها معلوم والمهارة الثانية نتعرف على معادلة الدائرة التي مركزها أي نقطة في المستوى ولنسميها دال وها أي نقطة دال وها ونصف القطر معلوم والمهارة الثالث أحباء الطلاب تطبيق لمعادلة الدائرة في حل تمارين وأنشطة متنوعة بداية أحباء الطلاب نتعرف إلى الحالة الأولى وهي معادلة الدائرة بدلالة المركز وهو نقطة الأصل النقطة 0.0 ونصف القطر معلوم لنبدأ معا إذن الحالة الأولى أحباء الطلاب معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها نق تأمل معي الشكل المجاور لاحظ معي المحور السيني أحباء الطلاب والمحور الصادي الآن الدائرة أحباء الطلاب التي نريد إيجاد معادلتها لاحظ مركزها نقطة الأصل أو النقطة 0.0 وبالتالي نرسم هنا المركز أحباء الطلاب لاحظ معي النقطة الحمراء هي ميم 0.0 لاحظ الدائرة هنا لاحظ المركز ميم 0.0 ونصف القطر أحباء الطلاب هو الخط الواصل من مركز الدائرة إلى أي نقطة على الدائرة أو على حافة الدائرة لاحظ هنا نق إذن المركز معلوم وهو 0.0 وطول نصف القطر أيضا معلوم لنجد معادلتها ستكون بالشكل التالي لاحظ معي عزيز الطالب معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وهي ميم 0.0 ونصف قطرها معلوم وهو نق هي المعادلة هي أحباء الطلاب سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي نق تربيع انتبه جيدا نق هي اختصار لطول نصف قطر الدائرة إذن مرة أخرى معادلة الدائرة التي مركزها ثابت وهو 0.0 وطول نصف القطر معلوم المعادلة تكون أحباء الطلاب سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي نق تربيع لنرى ذلك من خلال الأمثلة التالية المثال التالي أحباء الطلاب جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها أربع وحدات لاحظ معي جيدا عزيز الطالب أن المثال هنا يتعلق بمعادلة الدائرة التي مركزها ثابت وهو نقطة الأصل ونصف القطر أو طول نصف القطر معلوم وهو أربع وحدات إذن آلية الحل أحباء الطلاب كالتالي لاحظ معي أن الدائرة هنا مركزها نقطة الأصل بمعنى أن المركز هو النقطة صفر وصفر أما نصف القطر أحباء الطلاب لاحظ معي باقي المثال ونصف قطرها أربع وحدات وبالتالي نصف القطر أربع وحدة إذن الدائرة هنا أحباء الطلاب مركزها صفر وصفر وطول نصف القطر أربع وحدات وبالتالي نقول أن معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل صفر وصفر ونصف قطرها نق هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي نق تربيع لاحظ معي هنا أن سين مجهولة وصاد مجهولة المعلوم فقط في المعادلة هو طول نصف القطر وهو نق إذن نقوم بالتعويض فقط عن نق وهو أربع وحدات وبالتالي المعادلة هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي لاحظ معي أن نصف القطر هنا أربع وحدات وبالتالي نقول أربع تربيع إذن المعادلة سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي أربع تربيع لاحظ معي أن أربع تربيع تعني أربع ضرب أربع وبالتالي 16 إذن المعادلة أحباء الطلاب هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 16 إذن المعادلة في هذا المثال هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 16 المثال التالي أحباء الطلاب جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل أيضا ونصف القطر هنا ثلاث وحدات إذن المركز صفر وصفر وطول نصف القطر ثلاث وحدات وبالتالي نقول أن الدائرة مركزها لاحظ معي المركز صفر وصفر أما نصف القطر أحباء الطلاب لاحظ معي ونصف قطرها ثلاث وحدات أي طول نصف القطر ثلاثة وحدة إذن المركز صفر وصفر ونصف القطر ثلاثة وحدات وبالتالي نطبق معادلة الدائرة التي مركزها صفر وصفر ونصف قطرها نق ستكون سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي نق تربيع أيضا بنفس الألية الذي نقوم بالتعويض عنه فقط هو طول نصف القطر وهو نق تربيع لاحظ معي أن نق هنا هي ثلاثة سنط وبالتالي نقول سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي ثلاثة الكل تربيع أي أننا نقول أحباء الطلاب سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي ثلاثة الكل تربيع تعني ثلاثة ضرب ثلاثة ويساوي تسعة إذن سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي تسعة هي معادلة الدائرة التي مركزها صفر وصفر ونصف قطرها نق الآن أحباء الطلاب الأمثلة التالية تعالج عكس الموضوع الأول جد إحداثيات المركز وطول نصف القطر للمعادلات التالية لاحظ معي نريد المركز أي إحداثيات المركز وطول نصف القطر لمعادلات الدوائر التالية لاحظ معي المعادلة الأولى أحباء الطلاب هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 6 تربيع لاحظ أنها على الشكل سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي نق تربيع وبالتالي نقول أن آلية الحل أحباء الطلاب لاحظ أن معادلة الدائرة على الشكل سين تربيع زاد صاد تربيع يساوي نق تربيع أي على الحالة الأولى وهي المركز هو نقطة الأصل ونصف القطر يكون معلوم لاحظ معي آلية الحل لاحظ هنا سين تربيع زائد صاد تربيع نفس الطرف الأيمن وهي سين تربيع زائد صاد تربيع وبالتالي هذا يدل هنا أن المركز هو النقطة صفر وصفر أي نقطة الأصل وبالتالي أحباء الطلاب نقول أن المركز صفر وصفر الآن الطرف الأيصر لاحظ معي ستة تربيع والطرف الأيصر هنا هو نقطة تربيع إذن نقول أن نق تربيع يساوي 6 تربيع وبالتالي أحباء الطلاب لاحظ معي نق تربيع يساوي 6 تربيع ماذا يعني لك ذلك؟ أن نطول نصف القطر أي أن نق يساوي 6 وحدات إذن نق هنا أحباء الطلاب يساوي 6 وحدات وبالتالي المركز هو 0 وصفر ونصف القطر هو 6 وحدات المعادلة الثانية أحباء الطلاب هي سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 49 لاحظ معي أيضا أن سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 49 هي معادلة دائرة وهي معادلة دائرة على الشكل سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي نق تربيع انتبه معي جيدا إلى الطرف الأيمن سين تربيع زائد صاد تربيع والطرف الأيمن سين تربيع زائد صاد تربيع هذا أحباء الطلاب يدل هنا أن المركز صفر وصفر الآن أحباء الطلاب لاحظ الطرف الأيسر وهو 49 سيساوي الطرف الأيسر هنا وهو نق تربيع إذن نقول أن نق تربيع بساوي 49 لاحظ أننا نكتب العدد 49 بصورة أسية ولكن انتبه جيدا أن الأس سيساوي 2 وبالتالي نقول أن 49 هي 7 لكل تربيع إذن أصبح نق قس 2 يساوي 7 قس 2 تساوت الأسس وبالتالي نساوي الأساسات وبالتالي نقول أحباء الطلاب أن قيمة نق هي 7 وحدات إذن المركز هنا هو صفر وصفر وطول نصف القطر هنا 7 وحدات المعادلة الأخيرة أحباء الطلاب هي سين تربيع زائد صغط تربيع يساوي 13 انتبه جيدا أيضا هنا المعادلة مكتوبة على الشكل العام لمعادلة الدائرة التي مركزها صفر وصفر ونصف قطرها نق وبالتالي نقول أن المعادلة على الشكل سين تربيع زائد صغط تربيع يساوي نق تربيع لاحظ الطرف الأيمن سين تربيع زائد صغط تربيع يساوي الطرف الأيمن وهو سين تربيع زائد صغط تربيع وهذا يدل أحباء الطلاب على أن المعادلة مركزها نقطة الأصل وهي النقطة صفر وصفر إذن نقول أن ميم هي صفر وصفر أما الطرف الأيسر أحباء الطلاب فهو 13 والطرف الأيسر هنا هو نق تربيع وبالتالي نقول أن الطرف الأيصر نقطة ربيع يساوي 13 لاحظ أننا سنكتب العدد 13 بصورة الأسية انتبه أن الأس سيكون 2 لاحظ أنك لا تستطيع إيجاد عددين متساويين حاصل ضربهما يساوي 13 طبعا نتكلم عن أو نتحدث عن أعدادا صحيحة وبالتالي أحباء الطلاب نقول أن نقطة ربيع بساوي 13 لاحظ أننا نقول جذر 13 الكل تربيع لاحظ هنا الجذر التربيع للعدد 13 الكل تربيع يساوي 13 وبالتالي أحباء الطلاب أصبح نقل كل تربيع يساوي جذر 13 الكل تربيع بمعنى أن نقل سيساوي جذر 13 من الوحدات إذن المركز هنا يساوي 0 و0 وطول نصف القطر يساوي جذر 13 من الوحدات بهذا المثال أحباء الطلاب نكون قد انتهينا من الحالة الأولى لمعادلة الدائرة وهي معادلة الدائرة إذا علم المركز وهو 0 و0 وعلم أيضا طول نصف القطر نتحدث إن شاء الله بعد الفاصل عن الحالة الثانية وهي معادلة الدائرة بمعلومية المركز وهو أي نقطة في المستوى وبمعلومية أيضا طول نصف القطر الآن أحباء الطلاب نتعرف على الحالة الثانية لمعادلة الدائرة وهي المعادلة بدلالة المركز دالوها أي نقطة في المستوى وطول نصف القطر يكون معلومة لنرى معا الشكل المجاور لاحظ معي الإحداث السيني أو المحور السيني والمحور الصادي نقوم برسم أي دائرة في المستوى بحيث يكون المركز أي نقطة معلومة في المستوى ولنفرض أي نقطة وهي تكون ميم الإحداث السيني سيكون دال والإحداث الصادي سيكون ها لاحظ معي المركز إذن معلوم وطول نصف القطر أيضا معلوم وبالتالي نقول أن معادلة الدائرة أحباء الطلاب بالشكل التالي أي دائرة في المستوى ستكون المعادلة على الشكل لاحظ معي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هال كل تربيع يساوي نق تربيع إذن مرة أخرى أحباء الطلاب معادلة الدائرة التي مركزها أي نقطة في المستوى وهي دال وها وطول نصف القطر معلوم ستكون سين ناقص دال الكل تربيع بمعنى سين ناقص المسقط السيني الكل تربيع زائد صاد ناقص المسقط الصادي أو صاد ناقص هال كل تربيع يساوي نق تربيع لنرى ذلك من خلال الأمثلة التالية المثال التالي أحباء الطلاب جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة تنين وتلاتة ونصف قطرها سبع وحدات إذن لاحظ هنا أن المثال يتعلق بالحالة الثانية هنا المركز ليس نقطة الأصل المركز هنا أي نقطة معلومة في المستوى ونصف القطر معلوم وبالتالي أحباء الطلاب نقول هنا أن هذا المثال يتعلق بالحالة الثانية وهي معادلة الدائرة بدلالة المركز أي نقطة في المستوى أحباء الطلاب أي نقطة معلومة في المستوى هي المركز ونصف القطر معلوم لاحظ معي أن المركز هنا هو النقطة اثنين وتلاتة ونصف القطر سبع وحدات إذن لنرى آلية الحل إذن نقول أن الدائرة هنا لاحظ معي المثال مركزها النقطة اثنين وتلاتة وبالتالي ميم هي اثنين وتلاتة أما نصف القطر أي طول نصف القطر أحباء الطلاب لاحظ معي يساوي سبع وحدات إذن نق يساوي سبع وحدة الآن أحباء الطلاب نقول معادلة الدائرة التي مركزها ميم دال وها ونصف قطرها نق هي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقصها الكل تربيع يساوي نق تربيع إذن المعادلة أحباء الطلاب هي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقصها الكل تربيع يساوي نق تربيع كما قلنا سابقا سين ناقص المسقط السيني في المركز الكل تربيع زائد صاد ناقص المسقط الصادي في مركز الدائرة الكل تربيع يساوي ناق تربيع وبالتالي أحباء الطلاب نقوم بعملية التعويض بدلا من دال 2 وبدلا منها 3 وبدلا من ناق 7 إذن نقول هنا المعادلة سين ناقص فراغ الفراغ هنا بدلا من دال وبالتالي أحباء الطلاب سين ناقص 2 الكل تربيع زائد لاحظ معي صاد ناقص فراغ بدلا منها وبالتالي ها تساوي 3 إذن صاد ناقص 3 الكل تربيع لاحظ هنا أن طول نصف القطر هو 7 وحدات وبالتالي نقول يساوي الطرف الأيسر وهو 7 الكل تربيع إذن أحباء الطلاب معادلة الدائرة هي سين ناقص 2 الكل تربيع زائد صاد ناقص 3 الكل تربيع يساوي 7 تربيع فقط نريد تبسيط الطرف الأيسر وهو 7 تربيع تعني طبعا 7 ضرب 7 وبالتالي 49 إذن تصبح المعادلة كما ترى معي سين ناقص 2 الكل تربيع زائد صاد ناقص 3 الكل تربيع يساوي 49 وهذا هو الشكل النهائي لمعادلة الدائرة التي مركزها النقطة 2 و3 ونصف قطرها أو طول نصف قطرها 7 وحدات المثال التالي أحباء الطلاب جد معادلة الدائرة التي مركزها لاحظ معي المركز هنا 4 وسالب 2 النقطة 4 وسالب 2 وطول نصف القطر هنا 5 وحدات إذن أحباء طلاب هذا المثال يتعلق بالحالة الثانية لمعادلة الدائرة وهي المركز أي نقطة في المستوى وطول نصف القطر معلوم إذن الدائرة هنا مركزها لاحظ معي المركز هو النقطة 4 وسالب 2 وبالتالي المركز 4 وسالب 2 وطول نصف القطر هنا هو 5 وحدات وبالتالي نق هو 5 وحدة الآن معادلة الدائرة التي مركزها أي نقطة في المستوى هي سين ناقص دا لكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع يساوي نق تربيع إذن المعادلة هي سين ناقص دا لكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع يساوي نق تربيع أيضا بنفس الآلية نقوم بالتعويض عن دا وهي المسقط السيني في المركز والتعويض أيضا عن ها وهي المسقط الصادي في المركز والتعويض عن نصف القطر وهو طول نصف القطر إذن المعادلة أحباء الطلاب تأمل معي لاحظ هنا أن قيم الدال هي 4 وبالتالي سين ناقص 4 لكل تربيع زائد لاحظ هنا صاد ناقص قيمة ها هي سالب 2 وبالتالي صاد ناقص سالب 2 لكل تربيع يساوي نصف القطر تربيع وبالتالي 5 تربيع انتبه جيدا إلى الطرف الأيمن أحباء الطلاب سين ناقص 4 لكل تربيع ستبقى كما هي أما صاد ناقص سالب 2 لكل تربيع لاحظ هنا صاد ناقص سالب 2 تعني صاد زائد 2 لكل تربيع أما الطرف الأيصر فهي 5 لكل تربيع وتعني 5 ضرب 5 ويساوي 25 إذن المعادلة أحباء الطلاب سين ناقص 4 لكل تربيع زائد صاد زائد 2 لكل تربيع يساوي 25 المثال التالي أحباء الطلاب جد إحداثيات المركز وطول نصف القطر لمعادلات الدوائر التالية لنرى معا المعادلة الأولى سين ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد ناقص 5 لكل تربيع يساوي 9 آلية الحل أحباء الطلاب انتبه جيدا هنا المعادلة مكتوبة على الشكل العام للحالة الثانية وهي المركز أي نقطة في المستوى وطول نصف القطر معلوم وبالتالي نقول أن المعادلة على الشكل سين ناقص دال لكل تربيع زائد صاد ناقص هال كل تربيع يساوي نق تربيع انتبه معي جيدا الطرف الأيمن سين ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد ناقص 5 لكل تربيع والطرف الأيمن أيضا في المعادلة الأصلية هي سين ناقص دال لكل تربيع زائد صاد ناقص هال كل تربيع إذن نقول هنا حتى نجد المركز أو إحداثيات المركز وطول نصف القطر نقارن الشكل العام أحباء الطلاب بالمعادلة المعطى لاحظ معي سين ناقص دال لكل تربيع وسين ناقص 2 لكل تربيع وبالتالي نقول هنا أن دال تساوي 2 لاحظ سين ناقص وسين ناقص بدلا من دال مكتوب 2 وبالتالي المسقط السيني للمركز يساوي 2 إذن المسقط السيني في المركز هو 2 الآن أحباء الطلاب الجزء الثاني في الطرف الأيمن هو صاد ناقص هال كل تربيع مقارنا بصاد ناقص 5 لكل تربيع لاحظ معي صاد ناقص وساد ناقص نقارنها بالعدد طبعا 5 وبالتالي قيمتها هنا أحباء الطلاب تساوي 5 وبالتالي المسقط الصادي في المركز هو 5 إذن إحداثيات المركز أحباء الطلاب 2 و5 الآن انتهينا من إيجاد إحداثيات المركز نقوم بإيجاد طول نصف القطر انتبه معي جيدا إلى الطرف الأيصر هنا يساوي 9 والطرف الأيصر في المعادلة الأصلية يساوي نقطة ربيع وبالتالي أحباء الطلاب قلنا بأن نقطة ربيع يساوي 9 ولاحظ أننا نريد كتابة العدد 9 بصورة أسية لاحظ هنا أن الأس لابد أن يكون يساوي 2 وبالتالي نقطة ربيع سيساوي 3 تربيع إذن لاحظ هنا أن الأس يساوي الأس أحباء الطلاب وبالتالي نقول أن قيمة نق يساوي 3 وحدات إذن نق يساوي 3 وحدة إذن المركز هنا أحباء الطلاب 2 و5 ونصف القطر يساوي 3 وحدات المعادلة الثانية أحباء الطلاب سين زائد 1 الكل تربيع زائد صاد ناقص 4 الكل تربيع يساوي 25 إذن أحباء الطلاب هذه المعادلة تتعلق بالحالة الثانية لمعادلة الدائرة وهي المركز أي نقطة في المستوى وطول نصف القطر معلوم وبالتالي نقول أن المعادلة هنا على الشكل سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع يساوي نق تربيع لاحظ معي الطرف الأيمن والطرف الأيمن سين زائد 1 الكل تربيع زائد صاد ناقص 4 الكل تربيع سيساوي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع وبالتالي تجوز لنا المقارنة أحباء الطلاب ما بين الطرف الأيمن والطرف الأيمن لاحظ أن الجزء الأول هو سين ناقص دال الكل تربيع والجزء الأيمن هو سين زائد واحد الكل تربيع انتبه معي جيدا إلى هذه الحالة أحباء الطلاب نقول أن إحداثيات المركز لاحظ معي سين ناقص دال وسين زائد واحد انتبه هنا أن دال لا تساوي الواحد مباشرة لماذا؟ لأنه سين ناقص دال الكل تربيع ستساوي سين زائد واحد الكل تربيع لكن نريد كتابة سين زائد واحد الكل تربيع على نفس الشكل لسين ناقص دال الكل تربيع وبالتالي ستقول سين ناقص سالب واحد الكل تربيع كما رأينا في المثال السابق وبالتالي نقول أن قيمة دال أحباء الطلاب ستساوي سالب واحد لاحظ مرة أخرى سي ناقص سالب واحد ستساوي سي ناقص دال وبالتالي دال تساوي سالب واحد أما الجزء الثاني في الطرف الأيمن هو صاد ناقص هال كل تربيع سيساوي صاد ناقص أربع الكل تربيع هنا مباشرة قيمتها أحباء الطلاب ستساوي أربع مباشرة لأنه صاد ناقص هال كل تربيع نفس شكل صاد ناقص أربع الكل تربيع وبالتالي قيمتها تساوي أربع إذن المركز أحباء الطلاب أو إحداثيات المركز سالب واحد وأربع الملاحظة هنا أحباء الطلاب أننا نجد المركز مباشرة سين زائد واحد الكل تربيع زائد صاد ناقص أربع الكل تربيع وذلك بتغيير الإشارات في الداخل لاحظ هنا سين زائد واحد مباشرة نقول الإحداث السيني هنا سيكون سالب واحد وهنا الإحداث الصادي صاد ناقص أربع مباشرة تغيير إشارة العدد سالب أربع إلى موجب أربع وبالتالي نقول أن المركز سالب واحد وأربع الآن حتى نجد نصف القطر أحباء الطلاب لاحظ الطرف الأيصر خمسة وعشرين سيساوي الطرف الأيصر وهو نق تربيع إذن نق تربيع بساوي خمسة وعشرين لاحظ أن العدد خمسة وعشرين سنكتبه بصورة أسية ولكن الأس يساوي اثنين وبالتالي خمسة وعشرين هي خمسة أس اثنين إذن الأس هنا اثنين والأس هنا اثنين وبالتالي الأساسات متساوية إذن نق يساوي خمسة وحدة إذن المركز أو إحداثيات المركز هي سالب واحد وأربعة وطول نصف القطر يساوي خمسة وحدة الآن أحباء الطلاب بختام هذا المثال نكون قد انتهينا من الحالة الثانية لمعادلة الدائرة وهي معادلة الدائرة بدلالة المركز أي نقطة في المستوى ونصف القطر معلوم نتحدث إن شاء الله عن تطبيقات لمعادلة الدائرة ولكن بعد فاصل قصير الآن أحباء الطلاب لنرى معا تطبيق على معادلة الدائرة لاحظ معي المثال التالي اكتب معادلة الدائرة التي مركزها النقطة ميم 2.2 وتمر بالنقطة 4.5 لعلك لاحظت معي عزيز الطالب أننا كي نجد معادلة أي دائرة لا بد من وجود إحداثيات المركز وطول نصف القطر في هذا المثال فقط موجود لدينا إحداثيات المركز وهو 2.2 أما نصف القطر فهو مجهول ولكن يوجد لدينا نقطة تمر بهذه الدائرة وهي النقطة 4.5 لذلك تأمل معي الرسم البياني التالي الذي يوضح لنا المثال ومن ثم آلية الحل إذن أحباء طلاب المحور السيني لاحظ معي والمحور الصادي نقوم أولا بتمثيل النقطة 2.2 لاحظ معي النقطة 2.2 تقريبا ونرسم الدائرة المطلوبة لاحظ معي أننا لا بد أن تمر هذه الدائرة بالنقطة 4.5 الدائرة هنا لا بد أن تمر بالنقطة 4.5 إذن أحباء طلاب في هذا المثال قلنا بأن المركز معلوم وهو النقطة 2.2 ولكن نصف القطور غير معلوم وتذكر معي جيدا أننا لإيجاد أي معادلة دائرة لا بد لنا من وجود المركز وطول نصف القطور إذن في هذا المثال كيف نجد طول نصف القطور هنا المركز معلوم لكن نصف القطور غير معلوم أذكرك بتعريف نصف القطور كما عرفناه في بداية الدرس أحباء طلاب هو القطع المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة وبالتالي ستقول مباشرة أن المركز هو أن المركز هنا ميم 2.2 وطول نصف القطور أحباء الطلاب لاحظ معي أن نصف القطور هو القطع المستقيمة الواصلة بين المركز وهو 2.2 والنقطة التي تقع على هذه الدائرة وهي 4.5 إذن سنقول أن طول نصف القطور هو المسافة بين النقطة 2.2 والنقطة 4.5 إذن أحباء الطلاب نق يساوي المسافة بين النقطة ألف وميم طبعاً بالوحدات إذن سنجد المسافة بين النقطة 2.2 والنقطة 4.5 إذن المسافة وهي نصف القطور ألف ميم تساوي الجذر التربيع إلى سين 2 ناقص سين 1 لكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 لكل تربيع لاحظ أننا نجد المسافة بين أي نقطتين في المستوى إذن سين 1 وصاد 1 هي المركز وسين 2 وصاد 2 هي النقطة التي تقع على الدائرة مباشرة عملية التعويض أحباء الطلاب لاحظ مباشرة سين 2 هي 4 وسين 1 هي 2 إذن 4 ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد 2 هي 5 ناقص صاد 1 هي 2 إذن 5 ناقص 2 لكل تربيع وبالتالي يساوي الجذر التربيع 4 ناقص 2 هي 2 لكل تربيع زائد 5 ناقص 3 لكل تربيع هي 3 لكل تربيع وبالتالي يساوي الجذر التربيع 2 تربيع هي 2 في 2 4 زائد 3 لكل تربيع هي 3 في 3 وتساوي 9 إذن الجذر التربيع إلى 4 زائد 9 يساوي الجذر التربيع للعدد 13 إذن ألف ميم أحباء الطلاب جذرة 13 من الوحدات وبالتالي نق يساوي جذرة 13 وحدة إذن أحباء الطلاب أصبح معلوم لدينا أن المركز يساوي النقطة 2 و2 وطول نصف القطر هو جذرة 13 من الوحدات وبالتالي يمكن تطبيق أو يمكن إيجاد معادلة الدائرة طبعاً انتبه جيداً نطبق الحالة الثانية المركز معلوم وطول نصف القطر أيضاً معلوم إذن أحباء الطلاب نقول أن معادلة الدائرة التي مركزها ميم دال وها ونصف قطرها نق معلوم هي سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع يساوي نق تربيع الآن نريد التعويض عن دال وعنها وعن طول نصف القطر لاحظ أن دال تساوي 2 إذن سين ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد ناقص هالكل تربيع هالكل تربيع هي المسقط الصادي في المركز أيضاً 2 أما نق أحباء الطلاب كما أوجدناه هو جذر 13 إذن جذر 13 لكل تربيع لاحظ معي أننا نريد ترتيب هذه المعادلة الطرف الأيمن سيبقى كما هو سين ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد ناقص 2 لكل تربيع سيساوي جذر 13 لكل تربيع هي 13 وبالتالي المعادلة أحباء الطلاب هي سين ناقص 2 لكل تربيع زائد صاد ناقص 2 لكل تربيع يساوي 13 بختام هذا المثال أحباء الطلاب نكون قد تعرفنا اليوم على معادلة الدائرة على الحالة الأولى لمعادلة الدائرة وهي معادلة الدائرة بدلالة المركز سيكون نقطة الأصل وهي نقطة صفر وصفر ونصف القطر معلوم وتعرفنا أيضا الحالة الثانية لمعادلة الدائرة وهي المركز أي نقطة في المستوى وأيضا طول نصف القطر معلوم ورأينا تطبيق لمعادلة الدائرة نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا الدرس وإلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى